يبقى لازم نفهم إنه لابد إنه إحنا نضبط المسافات يبقى أول واجب علينا في التعامل مع أهلنا إنه إحنا نضبط المسافات لو ما ضبطناش المسافات هتبقى عندنا مشكلات مشاكل كبيرة وإحنا عشان كده عندنا مشاكل في شوية حاجات عدم إرادة طرفتهم إنه هم يأخذوا المسافة دي إيه المشاكل اللي بتحصل لنا؟ المسافة دي هي اللي المسافة بيننا وبين أصلة المنشأ اللي أنا بسميها في كتاب الأحيين الفطام الزواجي إنه إحنا نضبطم أو قطع الحبل السري عشان نقدر ننطلق في حياتنا أول حاجة في بعض الأحيين بيبقى الطرفين الزوجين مش عايزين يحطوا المسافات المناسبة بينهم ومبين أهلهم ولذلك إيه اللي حاصل؟ حكينا حكاية قصة شرح القاضي لما تزوج مراته قالت له أنا مرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره فقال لها إني أكره أن يملني أختاني أختاني يعني إيه؟ أهلي زوجتي فأرسلت إلى أمها لا تأتيني إلى رأس الحول يعني إيه اللي حاصل؟ الراجل قال له أنا مش عايز يملني أهلي يبقى فيه إرادة من الطرفين أنهم يضبطوا المسافات الحياة التانية اللي بتبقى عندنا عدم إرادة الأهل البعد هم حاسين أن أولادهم في أول الجواز ملهم عندهم حالة من حالات التهديد فعايزين يأمنوهم وفي الحقيقة بيعجزوهم وخاصة لو كانت البنت هي البنت المميزة أو الطفل المميز أو كان كمان الزوج هو الولد الراعي اللي هو الكبير اللي بيرعى أبوه أمه ففكرة الطفل المميز ده بتخلي الأهل يمسكوا بيه ويكلبشوا فيه لكن احنا عندنا مهارات لازم نتعملها مهارات اسمها مهارات التوصيل الزوج والزوجة لازم يوصل لازم يوصلوا يوصلوا للنتيجة مهمة جدا جدا أن ضبط المسافات أول واجب يحفظ علينا كرامة أهلنا ويحفظ علينا ماذا؟ تراوت ونداوت أسرتنا أسرتنا ممكن تبقى بيتة عارف بيتة ليه؟ لأن الأفكار اللي بناخدها من أهلنا بتمنعنا من التجريب فكأننا بنعيش حياتهم ولذلك احنا لازم نجرب وعشان كده المفروض لا يقبل كل طرف الكلام اللي بتقاله من أهله ويبقى عندنا طريقة تانية للتوصيل أن الزوجة بتحب حامتها والزوج بيقدر والد زوجته ويا سلام بقى لما تيجي الزوجة تتكلم عن أبوها وهي بتفتخر بالبطل بتاعها وحميها يا سلام لازوجها قال له والله هذا الرجل أنا بقدره جدا وبحترمه ولكن احنا ما زلنا تجربتنا تجربة بنترقى فيها وبنتقدم للأمام يبقى عشان كده لازم كل واحد يوصل أن الطرف التاني بيحب أهله ويبعد عن سوء الفهم لكن فيه أزواج بيجوا يشتكوا يشتكوننا يقولوا لنا إيه إن هي بتفضل مكشرة ويقعدة معايا ولما تروح لأهلاء ما قولكش بقى عن الفرح والضحك والسعادة ولزيك شوف حضرة النبي في لمحة عجيبة جدا 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 يسأله من أحب الناس إليك يقول عائشة يقول ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال قال أبوها بالله عليكم يشوفوا أثر ده في نفسية السيدة عائشة إن أحب الناس إلى رسول الله أبوها أبو السيدة عائشة ومع أنه صديقه الصدوق لكن لما حب يتكلم عنه يتكلم عنه على أنه أبو السيدة عائشة وهو صديقه اللي هو بالمناسبة يعرفوا قبل ميلادي السيدة عائشة لكن هو قال إيه أبوها عشان يحسسها بالأمان الستة لما بتروح بيت أهلها وتفرح وتحس لأنها حست أنها استردت أنوستها استردت أمانها استردت حياتها ولذلك الزوج لازم ينتبه لده فبنقول للأزواج لما تلاقي زوجتك طول الوقت بتتكلم عن والدها إيه اللي حاصل وبتتكلم عن وجوده فهي بتتكلم عن بطالها وهي بتقولك لو سمحت شوية حنية شوية أمان من اللي أنا كنت بحسه مع أبويا أقول لكم حاجة الحالة اللي أنا لسه جاي منها دلوقتي بيحصل فيها حاجة أنا لازم أن أنبع عليها وفرصة أننا نتكلم النهاردة عن علاقة الناس عن علاقتنا بأسرة المانشا لما بيتوفى والد الزوجة الزوجة بتبقى مستنية من الزوج أنه يقوم بنفس الدور الأمان اللي كان بيقوم التأمين اللي كان بيقوم بيقوم بيها والدها ودي من أفضل فرص للزوج والزوج اللي لازم يهتم بيبتا جدا جدا فترة الزواج الأولى لازم الأسرة تدعم الزوجين ويدفعوهم للنضج مش يدفعوهم للشتجار والخلاف للأسف الأسرة اللي كانت هنا قالت لبنتهم بنتهم قالت لهم ده واخد مني الموبايل ده حبسها فقاتوا بيقديهم وقديدهم عشان يحرروا الأسيرة فلما خرجوها بعد ما حاضر في الشرطة إيه اللي حصل الزوج مشاه وخادر حاجة بتاعتها قال لهم مش أنتوا عايزين بنتك وضب فهم عملوا إيه عملوا كمان محضر تمكين وقضية تمكين يا سادة المشاكل بتتفاقم لما الأهل ما يكونوش عارفين إيه دورهم دورهم أن يساعدوا أولادهم على النضوج تعال أكرر مرة تانية يا سادة يا أباء يا أمهات دوركم أن أنتوا تساعدوا أولادكم على النضوج ما بقول لكمش أن أنتوا بنتكم لو تهانت أو تكسرت أو ابنكم لو مورس معه كل الأشياء أن أنتوا تزودوا كسرتهم لكن خلوهم أكثر نضوجا وللأسف ما فيش حاجة بيحب الأهل أن هم يعملوها وده بتبقى مشكلة أن هم يحققوا زواتهم زي ما بيحبوا يحققوا زواتهم في الزواج والتعليم يحبوا يحققوا زواتهم جدا اللي عايز يبقى مهندس يطلع ابن مهندس وكمان الستة اللي حاسة أن جوازها ما كانش سعيدة وهي كانت محتاجها حاجة محتاجها حاجة في جوازها تحاول تحققها في حياة بنتها فيحصل التدخل ده باعتبار أنهم عايزينهم يبقوا أحسن منهم أهو أنا ما بتهمش الأب والأم لكن أنا بقول أن اللي أنتو بتعملوه ده الحقيقة من الصحة وزي الأم لما بيكون عندها فوبيا من الانفصال فبتدخل بنتها أن هي كمان تبقى عندها نفس الفوبيا لازم يكون عندنا خطوط حمرة بعيدة عن التدخل والراجل مش بيكون فاهم أن تدخل الأهل فيها بيعمل عند الستة إيه فهو لازم يعرف أن في حاجات ما يتدخلش الأهل فيها ما يروحش يتكلم أهله عنه الجانب المالي الفلوس ما يعرفش حاجة أول حاجة عن نبتدي في الإجراءات بقى ما تعرفش حاجة وما يعرفش حاجة لأهله عن نفقات البيت ولا عن أموال البيت الحاجة التانية بالله عليكم بلاها الكلام عن العلاقة الخاصة بلاها الكلام عن اللي بيتواصل عليه الأباء اللي بيتفق عليه الزوجين أسرار الفراش بلاش ومن أهم الحاجات هي خفية بس من أهم الحاجات وبيبقى الزوجة هو نفسه عايز ينفس فما بيدركش ده وحاجة بتبقى خفية ولكن بتكسر أو الزوجة وبتكسر أو الزوج أخطاء الطرفين وإحنا متجاوزين إحنا لسه متجاوزين فمن التالي ممكن يكون لنا أخطاء ساعتها الزوجة ما بتفهمش لأن زوجها بيتساعد لها الأخطاء وبيشوه سرطها عند أهله والزوج بيفهم إن هو مش مال يعنيها فبلاها الثلاث حاجات دولة بلاها بلاش الثلاث حاجات دولة خطوط حمر ما نعملش ما نجدعو بيها ما نتكلمش عن المسائل المالية ما نتكلمش عن عن العلاقة الخاصة ما نتكلمش عن أخطاء الطرفين طب نعمل ده بقى إزاي أول حاجة نقعد مع بعض أول بأول لما يحصل تدخل من الأهل عشان نطف اللهيب أنا دايماً بقول لازم نبرد لازم نستدعي المطافي ونبرد والتنين يكونوا كأنهم في شكل فريق يتفقوا فيه لما يحصل حاجة من والدي نعمل كذا 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 ولما يحصل حاجة من والدتي نعمل كذا وكذا 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 لما هيتفقوا على ده هيرتاحوا ويبقى عندهم إجراءات تاني حاجة لازم الزوجين أنا دلوقتي بكلم الزوجين ليه أنا مش هقدر أدخل الأهل وأكلم الأهل وإن كنت أنا أقول إن إحنا محتاجين نأهل كل الناس بيكلموا على تأهين المقبلين على الزواج أنا صاحب ده ومبادرة إن إحنا نأهل أسرة المنشأ للمقبلين على الزواج يعني إيه؟ نأهل أسرة الزوجة ونأهل أسرة الزوج عشان الأدوار اللي هيقوموا بيها في رعاية الأسرة الجديدة الحاجة التانية اللي إحنا لازم نعملها وبشكل واضح دايماً لما يحصل أي نزاع بسبب تدخل الأهل حاولوا تخرجوا مع بعض اعملوا خروجة مع بعض اخرجوا من المكان اللي التهب ده واخروجوا مع بعض مش لازم تتعشوا ولا تتغدوا لكن اخرجوا مع بعض اشربوا حاجة أو تمشوا مع بعض وبتدوا تكلموا عن نفسكم عن اللي انتوا شعرتوا بيه بشكل واضح واطلبوا الدعم من زوجك واطلبوا الدعم من زوجتك بس اخرجوا من المكان اللي حصل فيه هذا الالتهاب وحاولوا تشموا نفس جديد الحاجة التالتة والمهمة لما يحصل اللي بيحصل ده ويحصل تدخل الأهل أرجوكم ما تسرعوش ان انتوا تعملوا ترضية للطرف التاني فتتصل وتعمل ايه؟ وتعني في أهلك او تعني في أهلك وتقوله مبسوط انت كده المشكلة مش فيهم أم المشكلة فيكم انتوا انتوا اللي هتسمحوا بتدخل أهلكم او انتوا اللي مش هتسمحوا محدش يعني في أهله عشان يرضي زوجته او زوجه ولكن اتفقوا مع بعض على طريقة لما يحصل تدخل من الأهل ويحصل وجع اتفقوا على طريقة الجبل الخاطر الكلمة اللي قالتها والدتي ده قالتها لان هي ما تعرفكيش على حياتك لكن انا اللي عرفك على حياتك وانا بحبك وانا مسؤول ان انا اوصل لها الصورة الصحيحة عنك الكلام ولكن الموضوع اكبر من ان احنا نتكلم عنه حلقتين احنا نستمر لغاية وكأننا بنعمل دورة تأهيلية للوالدين لغاية ما تلتفت كل المؤسسات اللي واجب عليها ان هي تتعامل مع ملف الأسرة لتأهيل الوالدين لتأهيل أسرة المنشأ ازاي يكونوا قيمة اضافية وازاي يكونوا دعم وسند للمولود الجديد اللي يا أسرة الزوجين يا رب الهمنا الرشد وجعلنا يا رب ممن يقتربون من رحمتك بان نرحم الناس من أزانة وان نكون دائما طائعين بان نطيع الله في ان نكون مساندين لكل من يستحق المساندة